خباح الفل والنشاط والحيوية زي كل يوم عادنا مع الفقرة الرياضية كوتش حسام خباح الفل خباح الفل هتعذب قصدي هتمررنا ازاي النهاردة غير ان احنا خمسة الفجر والحاجات دي يعني نتمرر النهاردة حاجة كتير لما سألوا لو في عندهم مثلا مكان واسع يقدروا يتمررنوا فيه ايه الحاجات اللي ممكن يتمررنوها لو هم مش مقفولة عليهم فقوضة والمساحة بس تسمحلوها يعني في مساحة كبيرة نقدر يقدر يعملوا التباريني من المساحة الكبيرة دي فمن الحاجات الحلوة جدا في التدريب انواع التدريب التدريب الدايري او السيركت راينينا هنقدر نعمل كزا تمرين ورا بعض من غير راست خالص وبعدين نبدأ بعد ما نخلص كل السيركت ديت ممكن ناخد راست مثلا ديه بعد كاء نايد نفس السيركت دي كم مرة مثلا يعني الافرد بتاعنا ثلاث ثلاث سيركت لو عملناها ثلاث مرات وعلى حسب الشدة بتاعت التمرين نقدر نحدد كم مرة هتفرق معنا وتعمل فاتلوس عالي جدا دي اعلم حاجة مهمتس دي اعلم حاجة يعني ده فعلا اكتر حاجات ممكن تخسس اي احد بتعلي الافرد بتاعك لليبل معين وبعدين تحافظ عليه على نفس الليفل دوت طول الوقت فبتعمل لك كارديباسكر كويس قوي حلو يعني في الاول ممكن يبقى صعب بس بعد كده خلاص الجسم بياخد على التمرين ده حقيقي انا هنشوف دلوقتي ربنا عيننا بقى بنا يستر اوكي احنا هنعمل التمرين احنا هعمل شكل سيركت كده مبسط انا وفرح انا وربنا يستر خير خير اول التمرين احنا هنعمل كل السيركت دي على خمس عدات حضراتك هتعملو على خمستاشر عدة جاهزة؟ جاهزة اول واحدة لسكوات واحد تو تري فور فايف كميلي يا فرح بعد ما تخلص هتيجي معايا هنا تري تري فايف بتبنعد الخطوتين واحدة بس وقت هدين حالة عطبط وان تو تري فور فايف طب كوتش حسام لو مفيش لو دي مش موجودة ممكن يحطوا اي مخدة او حاجة او شو ممكن مخدة برضو تقل البالانس شوية هتبقى احسن ليهم كتير وان تو اقل من كده كمان تري فور فايف بعد كده هعمل هنا تمرين تاني الكارديو باسكولي سيستم وتمرين تاني الكارديو عمتني خليني اشغل جسم كله اللي هو البربيز وان تو او البربيز دي بتشغل الجسم كله محيي تنبل اوكي معملتش خمصة غيش بعدين عندنا هنا الأبرائت ترو ها حاول أطلع أعلى حاجة بكوايه أفطر مش إيدي بيمرن الكتف الجانيبي والترابيزيوس هنا هاعمل تمرين للأبس اسمه mountain climbing وأنا هنمي البوزشن ده وان تو تتضل حبا نقدر نعمله على الأرض بس لما بنعمله على أي حاجة البالانس فيها أصعب شوية ده بينامي البالانس عندنا وان صحي كده ولا يا كوتش بلاشتة وضع يا كوتش تعملي كل الحاجات يا فرح كويس قوي أمنين اللي بعده ده اسمه cattle build swing أنا هنا بأخذ الأزمه وزيشن بتاع الأسخوة بأطلع لفوق 2 3 أتفرج 1 2 2 طبعا إحنا بعده بعده نخلص بقعد هنا وفرح نعمل بقى التمرين ده ورا بعضه بطير أنا بقعد أريح صراحة كويس قوي صحي كده؟ بالزبط وإن شاء الله لدينا نتيجة بسرعة جداً الساكي ترينيج لو بدأنا نعمله في خلال أسبوعين هتلاقي جسمنا قل كتير جداً شكل الجسم هيختلف كتير جداً جربوا وعطلنا الفيد داك بتاعكم على revive fitness club وعلى صدى البلد صباح البلد والدحكة الجميلة دي لحلوها على طول وسط التمرين دي أهم حاجة ها البطنة مجدودة لضهر مفروض والدحكة موجودة باي باي